وراجل ولو انه بس لما خرجنا من كاس العالم قدام ليبريا كان ماتش من اللوب في أكرة طبعا جون جورج ويال الشهير اه انا عايز اقولك بقى انه انا كالصحفي كنت معه منتخب مصر سألت على منتخب ليبريا فعرفت ان هو قاعد برة أكرة في منطقة نائية كده وتقريبا شبه عشوائية وقعدين فوقت الرخيص جدا فانا خدت تاكسي لغات اخر عمران الأكرة وبعدين ركبت الميكروباس وبعدين ميكروباس تاني بدأت لما وصلت لمنتخب ليبريا فجورج ويال اللي بقى رئيس ليبريا للوقت احترم جدا ان انا كالصحفي عملت المغامرة دي فاصر ان انا اتعشى مع منتخب ليبريا وبعدين قعدت انا وهو ونتكلم كتير عن كورة في مصر وفي ليبريا وفي غانا وفي أفريقيا فبعد كده رح يجيب لي ورقة بيضة وقلم ورسام لي الملعب وقال لي انا هبقى هنا ويعصام الحضري هنا وانا هشوط بكورة وهجبون في الزاوية دي لا بخلطت ايد جورج ويال ارجعت طبعا لقيت كابتن جوهري والسفير المصري والبوليس البين الدنيا علي لانه شك انها كنت خطفت في غانا في اكرع يعني فقلتهم لا انا كويس انا كنت مع منتخب ليبريا واطلعت كابتن جوهري الاوضة لا بس الاول انت هنا عادت اكيد قلت ان ده مغرور جدا انا عادت مش هيحصل يعني انا كمان انا حتى قبل ما امشي قلت له كابتن جوهري انا هقول لكابتن جوهري على الرسمة دي وهدهاله قال لي ادهاله انا هجيب الجن هنا فدخلت الاوضة عند كابتن جوهري في القوتيل وقلت له جورج ويال كذا 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 والورقة هي كابتن جوهري فقاللي طيب فالمهم المصising هتلعب وجاب الجون زى ما رسموا فالورقة ما شايف الجون ده دلوقتي هيكيني شايف frame خدا كنت رفكتنا انا بعد كده كنت في تونس واقعد مع جورج ويال في القوتيل لما تونس كسبت ليبريا فجورج وهي قال لي ساعتها قال لي عارف أنا عملت كده ليه قال لي كنت بعمل لك إنت وكابتن جهري وكابتن عصان الحضر أنا قلتلكوا هجيب الجنس داي وجبته زي ما قلتلكوا علينا أنا لسه يا حباته داي ياريت الهدف داي يكون عندنا ياريت والله أني بقى أنا أعرضه ياريت لأس دي لقطة شهيرة واحتفال جوجوهاي كان مشهور جدا وكان احتفال من الهتفالات العظيمة لأنه كان يقصد أنه هو إدانا الجون وهيجيبه الزي ورسمه على الورقة وجابه بالطريقة اللي هو رسمه بيها